أريد ميزة مجرم ينتمي إلى العراق شو ميزات عن العراق حقيقة هذا الكتاب واقع تجاهات الجريمة في المجتمع العربي هو طروحة الدكتوراه التي حصلت من كلالها على شهادة الدكتوراه من جامعة فغداد باسم الاجتماع كورية الأعداب 2001 هذه الدراسة تضمن عرض وتحليل إحصائي لإحصاءات الجريمة في الدول العربية في 16 قطران عربيا حصلت على إحصاءات الجريمة فيها وركزت على جرائم القتل والسرقة والمخدرات فقط من دون كل الجرائم المسجلة وركزت على ثلاث جرائم وخرجت بتحليل لاستنتاج أو قراءة توقعات اتجاهات الجريمة في المجتمع العربي لما بعد عقد التسعينات شنو التجاه يعني أفوك أتجاه هو درجة الجريمة تجاهها وتسلسلها الزمني السلسلة الزمني للجريمة من سنة إلى سنة إلى أين تسير بأي تجاه باتجاه وقت الزمانية شوكت كاما إلى ألف وتسعمية وتسعين إلى تسعة وتسعين مكانيا مكانيا الدول العربية ستعاش ستعاش دول العربية وتيحت لي إحصاءاتها نعم أنا ردت بس قلت لك عفوا ميزة المجرم العراقي بين قبسين لا نستطيع أن نرسم يعني مميزة خاصة للمجرم العراقي عن غير المرتكبي جرائم في الوطن العربي حقيقة أنا ما ركزت على المجرم وعلى شخصية المجرم بقدر عن الجريمة كحركة يعني رسالتي ركزت على الجريمة كعدد كرقم كإحصار دكتور سنة 2001 سنة نيلك الدكتورة كادت أن تصدر وثيقة رسمية من جهة دولية على أن العراق خال تماما من المخدرات منظمة مراقبة المخدرات التابعة لأمم المتحدة تصدر سنويا تقريرا عن حركة جرائم المخدرات في عموم العالم وبضمنها دول منطقة العربية ودول منطقة الشرق الأوسط دائما كان عدد جرائم المخدرات في العراق هو الأقل دون المستوى العالمي أكاد لا يذكر كان العراق منطقة عبور ممر ولم يكن مقصد لتجارة المخدرات بسبب العقوبة الشديدة التي كانت تفرض على مرتكبية جرائم الاتجارة المخدرات يعني نقاوة البلد شيء غير دقيق إذن هو مصطلح النظافة يعني مثلا لما تقول بلد نظيف من آفة مثلا الجدرية نظيف من أي مرض من الأمراض لا يعني الصفر وإنما معناه أنه عدد الذي يوجد فيه لا يكاد يذكر تجاه المستوى العالمي أو المعدل العربي أو العالمي لهذا الأمر فتجارة المخدرات في الدول لما تصل إلى معدلات عالية ونسب عالية العراق هو في الأدنى من هذه النسب نعم رقميا حسب الإحصاء بالكتاب أو بالتروحة من الأعلى في سنة التسعين كانت مصر هي الأعلى مصر الأعلى في عدد جرائم عموما ويمكن أن يعزى هذا إلى عدد السكان أيضا لذلك أنا في دراستي لاحظت موضوع نسبة السكان يعني أخذ جريمة ليس بعدد ها المطلق وإنما أخذ جريمة بنسبتها إلى السكان حتى أجد من هو الأعلى وفعلا حتى مع هذا ظهرت مصر هي الأعلى في عدد الجرائم تلحقها دول أخرى أيضا دول عربية أخرى مثل الجزائر السودان الغريب أنه حتى دول الخريج العربي رغم قلة عدد سكانها لما تأخذ نسبة الجريمة إلى عدد السكان تتقدم على دول أخرى ذات كثافة السكانية أعلى بالنكتة واحد قال مرة وطرحنا سؤال ببرنامج مسابقات ما الفرق بين الصحة والعافية لا أحد أعرف قلنا الصحة لها وزارة العافية ما لها بالإمارات عندهم وزارة السعادة أيضا نعم شكل وزارة دولة لشؤون السعادة هي السعادة وفقها المعايير هناك معايير دولية وضعتها الأمم المتحدة في موضوع قياس السعادة البلدان الأكثر السعادة ودول السكندنافيا دائما تتقدم على غيرها من الدول نرويج والدنمارك وفنلندا يعني عموم الدول السكندنافيا نستثن السويد لأنبه على نسبة انتحار السويد لا تختلف رغم قربها أو قوعة ضمن المنطقة لكنها فيها حواذف انتحار كثيرة نعم هي معايير السعادة وفق المقاييس الدولي أنه فيها مستوى معدل العمر معدل الدخل الدخل الصحة إلى أخر المعايير بالقياس إلى البلادات والوفيات يعني مثلا بالضبط عن نسبة الوفيات ونسبة معدل العمر نعم نحن ناخذ المخدرات في مصر هي لعلى عربيا أيضا تظهر المخدرات في الدراما يعني الدراما المصرية ظهرت فيه كثير من الأفلام يعني باعتبارها يعني ظاهرة مجتمعية رغم سلبيتها لكنها موجودة ولها تأثيراتها ولها امتداداتها ولها يعني لذلك حتى أفلام المخدرات المصرية كانت تتقدم على غيرها من الأفلام يعني بسبب طبيعة القصة البوليسية الموجودة فيها وطبيعة الإثارة وطبيعة يعني كمشكلة اجتماعية نعم عندك بحث مثير عن دور ضابط المخابرات أو الرجل الشرطة الشرطة يعني في الدراما المصرية نعم ونأخذ خليما نقول مثلا النوم في العسل الموذجا في أفلام كثيرة أنا خلت بحث نشرته في موقع القاردينيا استعانيت طبعا بعديد من المصادر التي كتبت عن موضوع صورة رجل الشرطة في الدراما السينمائية المصرية وذكرت أفلام كثيرة يعني يعني على امتداد تاريخ السينما المصرية في السبعين سنة الماضية كانت من الأفلام المميزة التي تضمن قصص وليسية أو قصص فيها بطل من رجال الشرطة لكن الرجل الشرطة كان ليس دائما محظوظ في الدراما المصرية في بعض الدراما بعض الأفلام كان يصور بشكل سلبي وشكل استهان بضابط الشرطة أو لحد الصورة سلبية كانت تبرز لرجل الشرطة بعض الأفلام لكن الغالبية حقيقة كانت صورة إيجابية كم مرة شفت مسرح يساعد نشب شهاق عشرات المرات أكثر من 100 مرة شايف لماذا؟ المتعة التي موجودة فيها أرتاح لها كلما أرى لأول مرة يسخرون من القاضي كثير من المسرحيات أظهرت بعض الشخصيات المجتمعية والوظيفية بصور سلبية خذ مدرسة المشاغبين حتى نقابة المعلمين في مصر احتجت عليها لكن لم يكن يوقفوها وكذلك القضاء احتج على صورة القاضي التي ظهرت في المسرح لكن الاحتجاج لا يكفي لإيقاف في المسرحية لها جماهيريتها هل تذكر العريف في الشلطة في مسرحيته العراقي بيت الطين توقفتها وزارة الداخلية صار فيها دراسة عن الاستهانة برجل الشرطة في المسرحيات العراقية هذا الكلام بداية التسعينات تقريبا إلى ستة وتسعين سواء تسعين وصارت هناك عمليات مراقبة كنا نوع الثباط الشرطة نتفعلهم بجور الدخول ويجيبون تقرير عن كيفية عرض صورة رجل الشرطة في المسرحية فبعض المسرحيات كانت مسفة أصفاف بها بإضحاك على رجل الشرطة بشكل مبالغ فيه وليس مجرد نقد وإنما كان مجرد الإضحاك أعتقد أنت ترى أخضاير رب العباس من دور حليف الشرطة شخصية طيبة هذا هو جاسم شرف حتى كانوا يزوروني في المقر العام لما صارت العملية الملاحظة لهذه المسرحية نعم خلينا أقول إليك يد في موضوع ذياب الليل ذياب الليل نعم شاركت في لجنة التقييم الأولى الجزء الأول من ذياب الليل لأنه ذياب الليل كتب صباح أطوان عن قصة حقيقية حدثت في 88 89 في بغداد ملفات عندك ملفات نعم طلع عليها حقيقة وجرسها وعليها صارت القصة لكن صار بعد ما كمل تصوير المسلسل وتمثيل صار اعتراض من وزارة الإعلام على بعض المشاهد العنف الموجودة بيها وبعض الحوارات الموجودة فشكلت لجنة مشتركة من علماء اجتماع علماء قانون يعني من عدة جهات حوالي سبع عشق أص نحن كنا نبعد كل حلقة نلاحظها ندرسها ونجيزها وورا ما تجاز الحلقة تعرض طيب ليش ناس حبت ابو جحيل ما حبت ضابط الشرطة ابو جحيل يعني الدور الذي أدى للرجل كان دور متميز الناس تعاطفت معه وهذه هي عيوب المسلسلات البوليسية والقصص البوليسية عندما يعني تظهر البطل بحيث تعاطف مع الناس وهذه طبعا فيها مكمن خطورة يعني الأفلام من وسائل الإعلام التي يترتب عليها تقليد ومحاكم قبل بعض الأشخاص وخاصة صار السن يعني صار في العمر بالله يعني ممكن يتأثرون بمشاهد الجريمة والعنف واللي تحصل في الأفلام والمسلسلات أكاد أقول دكتور أنه حتى حضرتك عام 73 كنت تخاف من أبو طبر كل طبعا أرعب أرعب بغداد وأرعب العوائل وحتى في رسالة كتبت عن مرحلة أبو طبر في قسم الاجتماع عن نظرية الرعب الجماعي يعني أوجد رعب جماعي لدى الناس بفعل الإشاعة يعني كثير من الرعب اللي صار في صفوف الناس واللي باع بيتها والإسعار الدور انخفضت إلى أقل من النصف يعني صارت أمور كثيرة من باب الرعب الجماعي اللي أصاب الناس في ذاك بس كان من الضحايا ضابط شرطة طبعا دير شرطة مدير شرطة سابق كان مدير شرطة كاركوك في وقتها لما كان هو مفوض في شرطة كاركوك حاتم كاظم احتمال يعني من نوع من الانتقام منه يختار هذا الشخص من بين شخصيات يعني هو اختيارات للأشخاص بناء على دراسة يعني ما يختار أي شخص يعني يعني زوجة المحامي الحمامي رشيد الحمامي في المنصور بيت جان أرنست اللي كان خارج العراق عائلته قتلت أيضا في منطقة كارات مريم ومدير الشرطة ذكرت اسمه مدير الشرطة كان سابقا مدير شرطة كاركوك بيتها عند نفق الشرطة هذا أيضا قتل هو وزوجته وطفله وابنه وابن كان زائر عندهم ضيف جايهم طيب يعني دورك في الكشف عن الجريمة كنت انت بالأدلة الجنائية أنا كنت خبير في الأدلة الجنائية وترك بصمات شيء ولا بصمات هو ما ترك بصمات عداء طبعة قدم بالدم طبعة بالجواريب يعني قدمه بالجواريب بالدم في بيت بشير السلمان مدير الشرطة نعم بشير السلمان وفي بيت جان أرنست وجدوا دم على أرضية البيت يختلف عن صنف الدم لكل الضحايا ذاك البيت التي صارت به جريمة طيب هو وقف أمامك بالتحقيق أنا ما يعني في الاستكتاب استكتبنا يعني فقط أما التحقيق أنا ما شارك في التحقيق وإنما التحقيق ما فني احنا أدلة الجنائية نقدم الرأي الفني اللي يعين المحقق يعني احنا نعتبر مساعدين للتحقيق لقضاء التحقيق في تقديم الأدلة الجنائية والغريب أنه في منطقة كاراتفاني يقع البيت حوالي أقل من 200 متر عن بوابة القصر الجمهوري عند الجسر معلق بيت جان أرنست في هذا يعني اختار مكان يعني حذر جدا يعني بس هو اختياراته ذكية توصف لك رزمان خاصة لكاظم حاتم كاظم الهضم يعني هو تدرج الدخل أولا أعدادية شرطة وتخرج بمفوض ثم طرد من الشرطة بعدين كمل ثانوية مو كمل ثانوية حقيقة إنما كمل رابع ثانوي نجح إلى الخامس الثانوي في ذاك الوقت يعني بالخمسينات كانت تقبل يقبلون في القوة الجوية من نجح إلى الخامس الثانوي ما يشترطون يعني مشتازر ثانوية بالقوة الجوية فقبل في القوة الجوية ثلاث سنوات في السنة الثالثة فصل لأنه عمل حادث في طائرة وخلاف للأوامر فصلوا من القوة الجوية اشتغل فترة في كاركوك في أوقاف كاركوك أيضا لكن بطبيعة صلب قاسي حتى في لقاء في التلفزيون قال أنا أصل إلى درجة أرغب بشرب دماء الدم الضحية لهذه الدرجة يعني فهو بعدين ترك العراق لجأ راح إلى الخليج بعد الخليج سافر إلى أوروبا مقيم في أوروبا وهو يمارس تجارة السيارات وتهريب السيارات وتهريب السلاح وحكم عليها لمدة سنة حكم في أحدى الدول الأوروبية عن قيامة بالاتجار بالسلاح وبعدين رجع إلى العراق وقام بهذه الأعمال التي قام بها ما بين تموز 1973 إلى نهاية أيلول من نفس السنة جرائمة كلها امتدت ما بين هذه المرحلة تقبل مني لو قلت لك أنه لا بطولة لكم في القبض عليه هو وقع هكذا هذا حقيقة هذا حقيقة رغم كل جهود التي بذلتها الدولة والشرطة يعني الدولة استعانت بخبراء تحقيق من فرنسا ومن روسيا ومن ألمانيا الدموقراطية استعانت فيهم فيما جاء وصار عملية التفتيش بغداد لكل تجوال من تجوال في بغداد في أول يوم من تشرين أول تلاثة وسبعين حتى المطارات أغلقت حتى مطارات أغلقت يعني صار تفتيش لجميع الدور في بغداد وفق مواصفات أعطاها الخبراء عن شخصية أبو طبر من خلال أثر القدم الذي أثر عليها كيف وقع بالتهديد وقع في دار في شارع 52 صاحبها كان موجود أهل الدار موجودين موجود فقط رجل الفلاح الحديقة وهو دخل إلى البيت قسر الباب ودخل لم يجد أحد من البيت حتى ففتح الفلاجة وتناول مشروبات كحولية سكر فبدأ فقد توازن يطلع شاف لمح الفلاح وركض وراء وبعدين الجيران أيضا شاهدوا وخبروا النجدة جرت النجدة مسكتها ويددعي أنه طيار يعني في وضعية سرقة ووضعية اقتحان بيت ويقول أن الطيار هذا سار شكوكم لشرطة النجدة وراح إلى مكافحة جرام الكرادة وبدأ التحقيق أيضا ما اعترف أنه طوار ولا كان هناك شكوك في هذا الموضوع لكن الكشف على بيته هو كان المفتاح لهذا وجده بعض المسروقات النادرة التي كان فيها إخبار بالسرقة مثل بنطلون الدكتور أحمد العندليب الذي كان مشتريه من سيند أي وعليه العلامة وعرف عرفه من خلال أيضا في راديو مسجل نادر بيت جان آرنست سرقة أيضا وجدوه في بيته هذه الأمور خلتهم أكثر يتعمقون في التحقيق وصار ضغط عليه واعترف بأنه هو طبر بس هو طبعا مو طبر هيم حديدي لكن الضربة القوية التي ضربها على الرئيس بسبب طول هو كانت إطراع للناس أو لليشوف الحادث أنه هذه ضربة طبر في حين هي ضربة هيم وليس طبر طيب ثم يقول أنه أبو طبر صنيعة مخابراتية أنا لا أتفق مع هذا لو كان الدولة اهتمت في كشف جرائم أبو طبر اهتمام وهي القضية النادرة بتاريخ الشرطة العراقية والدولة العراقية تستعين بخبرات أجنبية في مجال كشف هذه الجريمة عام 1973 كانت تسقل الدولة الدولة نعم هو أرضك الوضع الأمني حقيقة لمدة شهرين عاش البلد في رعب وفي خوف وفي اضطراب وهذا يأثر كانت الدولة في بداياتها فكان يعني اختيار الضحايا اختيار هو يختارهم ما لهم لا صفة سياسية ولا عداء للدولة ولا معارضين ولا أي شيء لا يوجد أي علاقة للدولة في موضوع جرائم أبو طبر ودفع لهذا اللقطة الأخيرة من المسلسل أبو طبر العرض الذي كتب محمد المالكي كانت هناك مشنقة تتأرجح معناه أنه لم يعدم للأسف المسلسل الذي عرض في احدى القنوات العراقية يعني كان يحاول أن يؤدلج جرائم أبو طبر ويبعدها عن صفتها الجنائية أنا لا أتفق مع هذا هم قال أنه هو صنيعة الدولة أو صنيعة المخابرات أنه لم يعدم الدولة لم تعدم حاتم كاظم ولم تعدم أبو طبر وبدليل أنه حبل المشنقة كان يتأرجح كما ذكرت في نهاية المسلسل وظهرت أن إشاعة أنه شهد في أحدى الدول الأوروبية يعني يمشي في أحدى الشوارع ولاحظون هذا كذوبة يعني عملية الإعدام تمت بشكل أصولي وفيها محضر وفيها شهادة من الطب العدلي هناك وثيقة نعم موجودة شهادة الوفاة وفيها شهادة الطب العدلي لأنه عادة بعد ما تم عملية الإعدام ترسل الجثة إلى الطب العدلي لأعطاء التصريح الأخير بالدفن وهذا الذي حصل موجود بشهادة الدكتور المرحوم وصف محمد علي نعم أنت لا تنكر عجابك بكاظم القريشي تتسيد على شخصية أبو طبر أنا احترمد هذا الرجل وأجاد في الدور لكن كان معرف هذا هو أم الدور المرسوم إلى بهذا الشكل أنه أبو طبر كان يلبس ربطة عنق وبدلة آخر موديل ويعني ما فيها مبالغة كانت وصح يلبس بدلة لكن ليس بالشكل الذي ظهر في القريشي طيب أنت أيضا كان لك ملاحظة أو أخذوا منك اعتمادا على شيء مشهورتك أنه أنجزوا مسلسل الشباب كان بكتها في تقريبا 97 98 الشباب استعان بالملف أنا عندي كان ملف أبو طبر من اشتغالي بالتسجيل الجناعي وسجلت كثير من الملاحظات من ملف أبو طبر طيب مفق التعريف والموسوعة تألم الجريمة هو نرجع لأبو طبر هو من أي من الجرائم هو شنع قدت ليش هو يعني يخضع لعدد من التصانف هو مجرم من المجرمين الشواذ يعني مجرم ليس طبيعي جرائم أبو طبر تعتبر من جرائم متسلسلة يسموها يعني series of crime يعني جرائم متسلسلة يعني مجريمة واحدة يكتفي وإنما سلسلة جرائم جرائم أبو طبر أيضا تعتبر من الجرائم العائلية لأنه أشرك عائلته في ارتكاب الجرائم يعني بالقوة بالقوة طبعا طبعا يهابو طبعا في استعداد لازم في استعداد عندهم لهذا الشيء وأحد منه أجبرهم ويعني أحد الرفاق يعني شركاء نجرح بأحدى ضرباته في بيت أظنجان أرنيس يمكن أخو أو أبن أخو لأنهم شاركوا ستة في العملية اللي يشتركوا في الجرائم بالمناسبة مرت عدموها أو سجنوها انعدمت كلهم انعدموا ستة ستة انعدموا كلهم أرجع لك إلى موضوع كل مهم اللي هو جرائم الإلكترونية موضوع العصر هذا يا حقيقة أنا توقعت في دراستي لواقع الجريمة أن يحصل ارتفاع في جرائم الإلكترونية في عقد الألفين لألفين واربع الفيسبوك قبل الفيسبوك حتى يميل كان أيضا كانت بس الأكثرها لنشر الجريمة الإلكترونية هو الفيسبوك وعمليات الاختراق الجريمة الإلكترونية هي جريمة يكون أداتها أحدى وسائل اتصال الإلكترونية واحد من انواع الجرائم الإلكترونية هي الهاكر في القذف في السب والشتم وفي الاحتيال وفي الاتجار من المخدرات في الاتجار بالسلاح أنواع كثيرة من أنواع الجرائم التي ترتكب أو تقع ضمن إطار الجريمة الإلكترونية أيضا جرائم العمالة الوافدة والترويش التجار بالبشر العمالة الوافدة عندك اختراق حسابات المصرفية في تشويه العوائل أو تشويه سمعة الأشخاص من خلال عمليات الفوتوشوب وهذه للأسف منتشرة جدا الآن للأسف البعض من باب الإثارة أو من باب الإعجاب أو من باب التقليد ينشرها دون أن ينتبه إلى خطورة هذه الصور لما تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي طيب ليش أنه الصدق مع أنه عرفتها كذوبة في بعض الفوتوشوب على درجة من الإتقان خاصة في موضوع اختلاق وثائق يعني اختلاق وثائق لا صحة لها ونسبتها إلى أشخاص معينين أو لإثبات وقائع معينة يعني لأغراض سياسية أكثر شيء والفوتوشوب لأغراض التشهير والتسقيط أيضا يستخدم للأسف حسن في هذه اللحظة ثم تم نسعي لاختراء حسابك. شو رح تسويه؟ أنا أتحاشى هذا الموضوع من خلال التبديل الدوري المستمر للباسورد كلمة السر كلمة المرور حاول جهد إمكانك أن تغيرها حتى لو شهريا هذه تصعب المهمة لأن الهاكرز غالبا ما يعملون على المحاولات للوصول إلى الباسورد حتى يدخل إلى حسابك من يدخل حسابك يدخل على حسابات الأشخاص اللي مشتركين معك ممكن يروج رسالة كاذبة أو فيلم أو فيديو باسمك على حسابك بدون أن تشعر أنت بالمناسبة المحاكم البريطانية 30% من القضايا المعروضة عليها للتفريق بين الزوجين وتخاصمين بسبب الفيسبوك أسأل عن دافعية الجريمة عند المرأة أكثر أو عند الرجل حسب الدراسة لا شك الرجل أكثر دافعية للجريمة والهي جريمة يعني ارتباطها بالجنس ليس ذاك الارتباط القوي لأنه فيه جرائم نساء عملنا عدة دراسات عن جرائم التي ترتكبها النساء من خلال عملنا في مركز الدراسات والوحوظ وكذلك الرجال أيضا يعني العملية الجريمة هي شنو الجريمة هي تعريفه شنو الجريمة الجريمة فيه تعريف قانوني فيه تعريف اجتماعي فيه تعريف نفسي القانون يقول هو كل كل عمل يتعارض مع القانون أو القانون يقرر له عقابا كل عمل أو امتناع كل فعل أو امتناع عن فعل يقرر له المشرع عقابا ممكن لا أستعرف القانون القانون لا يقبل الإدعاء بعدم المعرفة أو الجهل لأنه لا تسمع الجهل في القانون لا يسمع والقانون لا يحمل المغفلين من هم المغفلون من لا يعرف القانون ولا يعرف اشتراطات القانون أو لا يعرف أحكام القانون أو لا يتقي الجريمة من خلال أداء دورة في التصدي لها أو عدم الخضوع لإرادة المجرمين نعم الآن يسن قانون بالمناسبة زواج القاصرات هل يعتبر جريمة سنوات؟ هذا قانون أحوال شخصية وليس قانون مدني في فرق ما بين القانون المدني وفقا ليشاع الآن ماذا ترى ضجة كبيرة في الأوساط العراقية؟ مظاهرات الله أنه ما اطلعت حقيقة على التفاصيل لأنه القانون بعدما شرق لازال هو مشروع والاعتراض على كون مشروع هكذا أعتقد لا أقرم البرلمان حتى لو أقرم البرلمان لا يعتبر إلا بتوقيع رئيس الجمهورية يعني كسلسلة تشريعية كخطوات تشريع يبدأ هو مشروع من مجلس الوزراء بعد يجي البرلمان برلمان يصادق عليه أيضا يبقى معلق بمصادقة رئيس الجمهورية نعم ثم تمواقع تروج للتجار بالجنس وحتى للتجار بالقاصرات نعم القانون كيف يقف إذا أذون القانون يعاقب على هذا يعني الإغواء للقاصرات في عقوبة في قانون العقوبات سواء بالإغواء العلني أو بالإغواء من خلال وسائل الاتصال وأيضا قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أيضا يضمن أحكام تتعلق بالإغواء وبالتحرش الجنسي وبالمتاجرة بالجنس ومتاجرة بالبشر أيضا كلها نظمت بأحكام قانون الجرائم الإلكترونية نعم أنت عملت في مراكز متقدمة في الخليج هناك مشكلة هي عمال وافدة لإستغلال الخادمات نعم وجرائم وقعت من الخادمات بالمخدومات والمخدومين نعم موجودة حالة صحيح والآن الاتفاقية الدولية لمكافحة للتجار البشر أصبحت ملزمة لأن كل الدول العربية تقريبا صادقة عليها ومنها دول مجلس التعاون وفيها أحكام شديدة في هذا المجال إضافة إلى المراقبة الدولية هناك تقرير دولي سنوي عن حالة الاتجار بالبشر في كل دول العالم ومن ضمنها دول الخليج وغالبا ما تكون بالوقايع المثبتة نعم هي أساقة البامبو التي سواء سنعوسي أو مسلسل نعرض على MBC هو عن وقاع حقيقية للعمال الوافدة صحيح شفت أكيد شفت بعض حلقات من الشاهدين في رمضان كان أنا شاهدت تلفزيون كثير في رمضان نعم لكن عندك الدرامة التلفزيونية والجريمة في الدرامة التلفزيونية نفتن فيها كثيرا أحيانا نتابعها من خلال اليوتيوب أحيانا نتابعها بالإعادة بس هذا المسلسل حقيقة حاجة يعني أعجاب ومتابعة واسعة من الناس في عموم الدول العربية من الدافع وراء الجرائم الكبرى هو الجريمة استعداد زائدا فرصة تقسيم مقاومة مقاومة يعني إيش هذه هي العميلة الحسابية لحساب الجريمة يعني الناتج هو كل ما كور الناتج معناه أكثر اندفاع للجريمة كل ما أقل الناتج كل ما معناه أقل اندفاع للجريمة ماذا تعني هذه المعادلة الرياضية الجريمة هي استعداد استعداد موجود تكون البشر كل البشر نفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها هناك استعداد كل إنسان لديه استعداد لكن درجة الاستعداد أيضا مختلفة تتبعها فرصة يعني ممكن استعداد معناه يرتكب جريمة يعني آلاف الأشخاص يصير بالشارع مثلا عندها استعداد يرتكب جريمة لكن ما حصلت الفرصة ما موجود الفرصة ما موجود الفرصة اللي يكونها أحيانا الشخص المجنعية يقول لك المال السائب يعلم السرق المال السائب يعلم السرق أو السيارة اللي مترك مفتاح التجريل بها وأبوابها مفتوحة هذه شنو هذه هذه فرصة اللي عندها استعداد يقوم بها يعني بس هذه كاميرات المراقبة ما خففت من الجريمة عاونت في كشفها يعني ساعدت حقيقة في كشفها وإحنا ما نعرف يعني هي كاميرات المراقبة لها دور في في يعني التقليل من من الجريمة هل هناك جريمة كاملة لا وجود الجريمة التامة والكاملة إلا في مخيلة أصحابها يعني أبو طبر كم كان على قولة المصر حويط وما يترك آثار ولكن وجد له آثار المجرم عندما يدخل مسرح الجريمة لابد أن يترك آثار له مرعي أو غير مرعي في مسرح الجريمة ومسرح الجريمة أيضا يترك آثار في المجرم حتما من خلال ملامسة للآثار والأدوات وال للمجنع عليه الاجتماعي وأفلام الجريمة تركت أثر في النفوس في نفوس المشاهدين يعني وجعلت رغبة عند كثير من الناس أن يكون يشتغلون ضباط تحقيق وهم صغار صحيح يعني كثير من الأفلام أعطت صورة واقعية وصورة إيجابية لعملية التحقيق وتشويق الناس إلى فن التحقيق لذلك أكثر شباب كان يعجب أن يقلد بعض الشخصيات المشهورة في السينما سواء السينما العالمية أو السينما العربية هل شاهد فيلم جعلوني مجرماً لفريس شوقي؟ جعلوني مجرماً هو قصة لفريس شوقي هو كتبها هو كتبها وكتبها حقيقية من واقع رواها شخص كان نزيل في إحدى دور الرعاية أو شيء من القبيل وخلاشها عاطف سالم سنة 54 بالضبط فهي بناء على قصة حقيقية كتبها نعم هو كان عايشها وعايش ظروفها لذلك أبدع فيها يجعلوه مجرماً إذ هو مجرم لكرة يجعلوني مجرماً باعتبار يعني المجتمع يلام في الدفع الشخص للجريمة لانتقام قانونياً هل هو رد فعل مشروع تكم أنتو؟ لا لا يوجد أي مبرر لجريمة بالموضوع موجود أي لكن لا توجد جريمة مبررة لا يوجد جريمة مبررة كل جريمة ترتكب عليها عقاب تبقى الظروف تبقى الظروف المحيطة بالجريمة الدوافع الحالة النفسية المرض المرض يعني يعني المرض النفسي لما يكون شخص تحت فقدان الوعي أو فقدان السيطرة على الإرادة أو عند لوثة أي يعني هذه مثلا هذه تكون ظروف مخففة أقول لك شي نحن بورتنا يعني أنتو استدعيت وخذتك هذه المرسامين نعم وزطتهم رتبة نقيب يعني شون يرسم هذا على وضوع شون يعني في البداية الثمانينات قبل ما يدخل الكمبيوتر أنا كنت مدير تنزيل الجنائي فعندنا الرسم الجنائي للمجرمين مرتكبي جرائم من خلال الأوصافة التي يدلي بها الشهود أو الضحايا الضحايا الجريمة يطينا الصفات لكن أحيانا هذه الصفات ما تكفي فنرسم له بعض الأشكال نكمود بعض الأشكال يقول نعم هذا هو الأقرب فجبنا رسامين استعانينا قدمة مقترح للشرطة العامة لتعيين أظن خمسة أو أربع رسامين من خارجي الفنون الجميلة وقسم لا زالوا لحد الآن متدرجوا في الفنون اختصاصك بدقة أنا اختصاصي علم اجتماع الجريمة في الدكتورة وفي الماجستير سياسة الاجتماعية وأخذت سياسة مكافحة الجريمة من خلال وسائل الإعلام عندك خبر بالحبر الأبيض الحبر السري أيضا نعم بكثير من الوثائق تمحى الأسماء وتكتب أسماء جديدة بعد استخدام الحبر السري وكتابة الاسم الجديد فوقها نظر منها أبو طبر حاتم استعان لكان كل ما يقدم على وظيفة يطلعوا للمحكمية السابقة اللي حكم فيها فافطر يأخذ شادس عدم محكمية حقيقية ويمحي الاسم بالحبر السري ويكتب اسمه يرفع الصورة ويضع صورته ويكمل الختم دائري وقدمها وتعين في وزارة الأوقاف في وقتها أوقاف كاركوك وقالوا كيف هذا تعين وكيف أعطيته عدم محكمية لما كشفنا على الشهادة طاعت ما بحيها بالحبر اللي تسميه الأبيض أو الحبر السري طيب اكشفنا عن الحبر السري لشيء كتبته وأنا قلت لك من مبارح أنه ممكن نسألك عن سؤال كيف رأيت الدنيا بالحبر العادي أو الحبر السري الحبر السري بالحبر العادي إن شاء الله الدنيا ممر معبر والآخرة مقر والآخرة مقر وتشاهد فيها كما قال سيدنا نوح يقول دخلت من باب وخرجت من باب مع العلم هو عاش أطول الناس عمرا أطول الناس عمرا ألفا إلا خمسين كذل هل أنت سعيد الحمد الله الحمد الله الحمد الله